صبري يا نفسي صبري يا نفسي معنى الله مشوار الطبي مشوار الطبي بدأنا خطاه بس أتمنى تكون المحاضرة كانت ممتعة وأتمنى أنت تكون بتذكر كويس وأتمنى أنت الفترة ديت يعني تستعد بقى لثلاث شهور من أفضل شهور السنة رجب وشعبان ورمضان أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيدها وعليكم بالخير واليومني والبركات تكونوا أفضل في الشهور ديت وهي شهور والله فرصة فرصة لتحول كبير جدا في شخصيتك لأن هي يعني في حاجة اسمها طب بصوا يعني مش مشكلة بقى تعالوا نتكلم شوية قبل ما نقفل أنا أظن أنت أخدت جرعة دسمة من المعلومات فأتعلن دردت شوية بصوا يا شباب في حياة الإنسان في ثلاث حاجات في حالة فاضلة وفي وقف فاضل وفي شخصية فاضلة الشخصية الفاضلة دوت الشخص صديقة اللي أنت بتحس أن هو ربنا بعته ليه كنز شخص كده بشوش متفائل مقبل على الحياة ما بيقولش كلام سم ما بيحب الخير للناس كلها بتستفيد منه تبصلوا كده والله في ناس كده سبحانه الله يعني وأنا بحبهم جدا بحبهم في الله وأتمنى سبحانه الله سبحانه الله يعني أن نجتمع في الدنيا دوما على الخير وأن نجتمع في الأخير إن شاء الله فهتبصلهم كده تحس أنت عايز تبقى حدها أفضل اللي هو جست أن انت بتبصلهم فالشخصية الفاضلة ديت أنا عايزك تمسك فيها بأدك وسنانك وبص يعني تعصره خير تنزل كل الخير اللي عنده بس مش معنى كده أن أنت تبقى شخص رخم وعمل تدايق وخلاص لأ يعني أنت كمان حاولت تتحول لشخص مفيد ليه انفعه وتبادل المنفعه مع بعض دول يعني حاجة جميلة جدا يعني وربنا رزقك بصحبة صالحة أوه أنت في الدنيا يعني ان شاء الله حاجة جميلة جدا والصديق بقى قبل الطريق والصاحب ساحب والكلام اللي إحنا عالكم دوات كله أنا من أكثر الحاجات اللي كنت بقى خايف منها أو مش خايف منها يعني مترقبها في كل مرحلة جديدة هو الصحبة ودائما قبل أي مرحلة جديدة بقى هم جاي اللهم يعني اللهم ارزقني صحبة صالحة تجرني إليك جرا فهذه حاجة كويسة الحاجة الثانية الأوقات الفاضلة الأوقات الفاضلة دي تبقى حاجة كثير جدا تعالي اقول لك الأوقات الفاضلة شرعيا الأول سعة الصحر اللي هي قبل الفجر يتنزل الله سبحانه وتعالى للسماء الدنيا اللي هي البكور بعد الفجر اول مرحلة دية كلها قبل الفجر والفجر وبعد الفجر لان بعد البكور دوات حديثة الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها بعد كده مثلا رمضان العشر الاول منزل حجة اللي هم قبل العيد الكبير يعني هي ليلة القدر طبعا دي كلها بنسميها اوقات فاضلة يوم الجمعة في كل اسبوع عيد من اعياد المسلمين اللي هو عارف انت اوقات كده بتحس ان انت عايز تذاكر احيانا لله بتحصل ما لا فيه فيه ناس كده على فكرة انا عارف انت مستقل بس فيه حالات كده وانت نفسك ساعات كده بتحس انت مقبل على الحياة وايه ده انا عايز اذاكر بقولك ايه ايه في البق الباب ايه في الموبايل يلا حندبها انا عايز الحاجات ده هي تبقى تمسك فيها بيدك وسنانك زي ما قلتلك امسك في الشخصيات الفاضلة بيدك وسنانك امسك فيها بيدك وسنانك واستغل لها افضل استغلال الحالات الفاضلة اقصد بقى بها الحالة اللي انت كنت فيها ديت الوقات الفاضلة عرفناها الحالات الفاضلة اقصد الحالة ديت انت بتبقى فيها في اوج نشاطك وفي اقبالك الجميل على الخير والاحسان والمذاكرة وحب الناس وفجأة كده تلاقي ان انت ماما هو في حاجة عايز تتغسل في مواعين اغسلها دك والله يا ماما اغسلها دك وبر الوالدين وهات يا ماما بابقى راسك وتقوم جاي بص اغسل راس ماما كده وبعدين تقول انت جاي لابو كده انزل معك الشغل شوية والله بجد في حاجة عايز تعملها اقول لي بس في اي مشوار اروح انا والله يا حاج بخلف رجالة اجماعنا بحبوك كلكم اي حد عايز يطلب مني اي حاجة انا موجودة جدعان اوقات بنبقى كده وفي اوقات تانية مش هنتكلم عنها مش عايزين هدية انا بتكلم عن الحالات الفاضلة الحاجات ديت برضو انتهزها بقدر الامكان تمام اقعد زاكر واعمل جداول وظبط الدنيا بس ما تنشكحش قوي وتقول ايه طب ما انا زال فول ده انا بقى لي ساعة بس بزاكر وخلصت ثلاث اربع بتاع دوات امتحانات ولا دروس وحاجة زال فول ايه رأيك بقى ان هعمل جدول اخلص المنهج في ثلاث يام بدون نروط اخي في الله وانخلص الدنيا لا ما تنشكحش قوي ده دي حالة فاضلة مش حياتك لان الحياة ups and downs حتى في قاعدة شرعية اللي هو الايمان يزيد وينقص يزيد وينقص في المعصية فحتى الايمان مش حاجة سابتة لا بتزيد وتنقص فهمني فدي النفس البشرية وما سميه قلبا الا لانه يتقلب فرفقا بنفسك شوية ما تنشكحش قوي في الحاجات دي واعمل جدول يناسب قدراتك انت كشخص بحالتك العامة وتراعي فيه ups and downs الحاجات اللي هي ان انت جامد جدا والحالات انت مريح خاصة راعي الحاجات دي عشان ما تحبطش بس فدلنا كنت عايزه من الخلال بالعامية وقف وراية من ساعة ما بدأت اتكلم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد والله ليه الا انت استفرك ويتوب اليك العصر ان الانسان لا في خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر يلا السلام عليكم اشتركوا في القناة والقلب يندي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة